إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما في شهر رمضان يقرأ الناس القرآن وأهل القرآن هم أهل الله فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله أهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله قال أهل القرآن أهل الله وخاصته ولأهل القرآن المكانة العظمى يوم القيامة وقرأ الناس قرأ الناس في رمضان يأخذ الكثير من المنزل ليس فقط في المنزل المنزل ولكن في سنوات الناس وفي رمضان يجب أن تقرأ الناس وحاول توقفك في رمضان يجب أن تحقل من الناس مما أنت منذر من يقشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوه إلا عشية أو دحاها Being on the musalla is quite scary actually and making a mistake is even more scary but alhamdulillah once you get into the rhythm of reciting you know it is smooth sailing from there كتاب من الله العزيز الحكيم إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَعْبُدِ اللَّهِ مُخْنِ صَلَّهُ الدِّينِ أَلَى لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقْذِبْنَا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پاک یاد کر اور اسے ہم محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے ہم محفوظ رکھنے کے لئے